موسيقى كيف عملت الأنظمة الاستبدادية على ربط الاستقرار الاقتصادي ببقائها؟ هل تنجح دول الربيع في تجاوز تحديات الفشل والانهيار الاقتصادي؟ وما هو دور المؤسسات الدولية المالية فيما يحصل في بلدان ربيع العربي؟ 900 مليار دولار قال البنك الدولي إنها خسائر الدول العربية التي شهدت حروباً خلال عامي 2010 و2018 إذن تشبثت الأنظمة الدكتاتورية بكراسي الحكم فكلفت دولها فاتورة كبيرة وهوت ببلدان ربيع العربي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي والفشل السياسي والتساع دائرة العنف والفقر في اليمن على سبيل المثال انقلبت الثورات المضادة على الشرعية وأوصلت البلاد إلى مستنقعة الفوضى والاحترام لتقف البلاد اليوم على حافة المجاعة الإنسانية بحسب التقارير وتحذيرات المنظمات الأممية حدث كل ذلك يقول خبراء بسبب مقاومة حركة التغيير ومنع الشعوب من بناء الدولة المدنية الحديثة دولة العدالة والمساواة والمواطنة وسيادة القانون في متاهة بحث المواطن العربي عن المواطنة المتساوية وتخلص من صياط الأنظمة الدكتاتورية انعقد مؤتمر عرب المستقبل من أمة رعاية إلى أمة مواطنين ضمن مساع فكرية مستمرة منذ شرارة الربيع العربي في 2011 لتجاوز مراحل الاستبداد على عتبة موجة الربيع العربي الثانية في السودان والجزائر ومع ارتدادات الثورات المضادة التي حاولت كسر أحلام الشباب العربي الذي خرج في موجة الربيع الأولى تكثف اليوم المساة العربية للدفع بالمجتمعات للولوج إلى أمة المواطنة المتساوية والعدالة والأنظمة الديمقراطية التي تعيد القرار إلى مصدره الشعب وتتجاوز فكرة احتكار السلطة والمال في يد الحاكم محاولة لأن تتجاوز الأمة العربية حالة التي وأنظمة الانتهازية والقمع والظلم وتحول إلى الدولة المدنية ببلورة رؤية موحدة معبرة عن مطالب وأحالة المواطن العربي الذي انفجر في وجه الاستبداد لانتزاع حقه وحق الأجيال القادمة في الحرية والعدالة في توزيع السلطة والثروة ثروة الشعوب التي استنفع بها الحكام وتقربوا بها للمستعمرين الجدد لحماية كراسيهم وأقمع صاحب الحق ومصدر الحكم الشعب الذي أرادته الأنظمة أن يبقى مستجدياً ومنشغلاً بلقمة العيش بعيداً عن مطالب الحرية والمشاركة السياسية أنا أو الطوفان من بعد تجلت هذه العبارة في محاولة مواجهة أنظمة الاستبداد لموجة الربيع العربي هذه الأنظمة التي ربطت بقاءها بالاستقرار الاقتصادي وعملت على إحراق الأرض وإهلاك الحرث والنسل واستجلبت التدخلات العسكرية الخارجية والثوارات المضادة حين قالت لها الشعوب كفى الملف الاقتصادي والتجويع أحد أدوات الثوارات المضادة لإخضاع الشعوب وإعادتها لبيت الأنظمة الساقطة بأوجهها الجديدة لكن يبدو أن تلك المحاولات لم تجد نفعا فالشباب العربي لم تهزمه سطوة الثوارات المضادة وترسانتها الاقتصادية والإعلامية والعسكرية بل اتسعد دائرة ربيع العربي لتشمل دولا أخرى أجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني كما أرحب بمن ينضم إلينا هنا في الستوديو في هذه الحلقة دكتور مختار كامل المحلل السياسي المصري أهلا بك دكتور أهلا وسهلا حاللت أهلا ونوضعت سهلا الله يخليك أهلا وسهلا إذن في البداية أنت كنت من المشاركين في مؤتمر عرب إسطنبول من أمة رعاية إلى أمة مواطنين تعالى نبدأ بهذا المصطلح أمة رعاية ما الذي يعنى بهذا المصطلح؟ ولماذا يجب أن نتحول إلى أمة مواطنين؟ عشان نتحول من عقلية القطيع إلى عقلية الإبنة مين يعني العديين الذين يعيشون في العصر الحديث يعيشون في القرن الواحد وعشرين لا يساقونك الأنعام ما هي الرعية دي جاية من الرعي البدوي زمان يماسك العصايا ويسوق الأغنام ولكن في القرن الواحد وعشرين هذا النموذج الثقافي والقيمي والسياسي أصبح لا يصلح لأن ينتج الإنسان الذي يستطيع أن ينافس في السوق العالمية بحيث أنه يحصل تنمية اقتصادية تنمية الاقتصادية تجيب لك جيش متقدم يدفع عن البلاد تجيب لك تكنولوجيا إلى آخر هذا الكلام فأنا الأوان لأننا متأخرين جدا في هذا المجال أنا تحول من أمة التي تطيع بالأوامر وغالبا ما تكون أوامر فاسدة إلى أمة تشارك في الحكم تشارك في حياتها تشعر بملكيتها لوطنها تشعر بالتمكين شعب يشعر بالتمكين متمكن هذه بلدي هذه أرضي حر فيها يعني الحرية بمعنى أن يكون هناك مساحة واسعة من قدرة الاختيار للفرد وعلى المستوى السياسي هذه الحرية تنعكس أيضا في التقليص من الحرية المطلقة لصاحب السلطة لابد أن يكون خاضيعا لرقابة يكون خاضيعا لمحاسبة حتى لا يسيء السلطة والجميع يعلم أن السلطة نفسها طيب ألا يضرب هذا يعني افتراض أن العرب إلى الآن ما زال أمة رعاية ألا يضرب نضالات الشعوب خلال الفترة ما بعد الاستقلال إلى الآن أشوف فترة ما بعد الاستقلال إلى الآن كانت فترة معقدة للغاية ويعني أنا متصور أن كثير من الأنظمة التي جاءت مع الاستقلال وبعده كان لديها حسن النية ولكن لأسباب تاريخية لم تكن مؤهلة لقيادة المرحلة لم تكن مؤهلة علميا ثقافيا نفسيا لقيادة مرحلة مؤقدة أديك مثلا يعني فيه أمثلة كثيرة أمثلة الدول بتاعة البترول مثلا تختلف عن أمثلة دولة زي مصر الملكيات عن الجمهورية عن الجمهوريات وأيضا بتاعة البترول دي دي عندها صروة من غير عمل مش محتاج أنه يشتغل وبالتالي لم يتقدم يعني النهاردة هزي دولة رغم سرواتها الطائلة إنما لم تستطع أن يعني تواكب ركب التقدم كل شيء بتستورده لماذا؟ لأن الطبقة الحاكمة في مرحلة الاستقلال لم تكن مؤهلة ولم يكن لديها الوعي السياسي الكافي لكي تدير المرحلة هذا حدث مثلا في بلد مثل مصر لما جاء الضباط ما يسمى الضباط الأحرار وجاء العسكر إلى الحكم عبد الناصر عمل أعمال جيدة يعني ولكن رغم كل مواهب عبد الناصر السياسية ورغم كل الكريزمة بتاعته إنما لم يكن مؤهلا لكي يكون رجل دولة لأنه لم يعد لكي يكون رجل دولة ليس لدينا تقاليد حزبية طويلة مثل أنجلترا مثل فرنسا تجربة سياسية للمعارضة أو للسلطة؟ للمعارضة هو القصة كلها كيف تندق سياسيا كحاكم أنت تندق سياسيا كحاكم لأنك تتدرب منذ البداية منذ شبابك في الأحزاب وتفهم يعني حزب وحزب معارض وتفهم كيف تقارع الحجة بالحجة مش إنك مسيكلي بندقية ومسيطر على البوليس وتطلع تكمت الناس وخلاص وتطلع قرارك بناء على إذا كان مشاورات فهي في دائرة ضيقة أو أنت تاخد قرارك لوحدك خذ مثل صدام حسين مثل صدام حسين أهرج كان رجل وطني أنا لا أستطيع أن أقول غير ذلك ولكن ودي البلد في داهية فالوطنية لوحدها مش كفاية الوطنية محتاجة أيضا تأهيل والطبقات الحكمة عندنا بعد الاستقلال بعد الحرب العالمية التانية لم تتح لها الفرصة الكافية لأسباب تاريخية أن تكون مؤهلة للحكم وهذا هو الذي أودى بنا إلى ما نحن فيه الآن طيب قبل أن نسقط هذا الأمر على الآن ما هي الأسباب التاريخية التي تتفضل بذكرها على الأقل كرؤوس أقلام فيما يتعلق بعدم قدرتهم على تقديم نموذج لا نقول مثل النموذج الغربي بل يكافع على الأقل أو يرضي الأشعوب العربية من حيث التجربة الديمقراطية من حيث تبادل السلمي للسلطة من حيث إحداث استقرار اقتصادي دائم معظم الدول العربية خضعت للدولة العثمانية لمدة ربعمائة عام أنا هبدأ لك من الدولة العثمانية ربعمائة عام الدولة العثمانية كانت عبارة عن خلافة وخلافة تسير بتقاليد القرون الوسطى لم يكن في الدولة العثمانية أحزاب رغم أن الدولة العثمانية كانت تحكم جزء من أوروبا ولكنها عزلت العالم الإسلامي تماما عن النهضة الأوروبية عزلت العالم الإسلامي عن الثورة الصناعية عزلت العالم الإسلامي عن الفكر الفلسفي الغربي جاندرا كروسو إلى آخره لم نتفاعل مع الثورة الفرنسية الحملة الفرنسية جات مصر وجدت حصل زهول للأزهر وهم القادة المصريين في هذا الوقت من التقدم في أوروبا لما تقرأ لهم شوية بلونات كده وبتاع والكيميا فجوة صناعية كبيرة فجوة صناعية تعكس فجوة ثقافية وعقلية فإحنا خضعنا لهذا لمدة 400 سنة جي بعدها الاحتلال الأوروبي الاحتلال الأوروبي عمل إيه فرض نمزج الأوروبية على شعوب ليست مستعدة لتقبلها أوروبا نمت نمو طبيعي ما حدش كان بينافس أوروبا واحتلها لما نمت وكونت الفلسفات اللي قدت إلى التطور السياسي والثقافي ثم العلمي والتخلص من سلطان الكنيسة والإصلاح الديني في المسيحية الغربية نحن لم نمر بهذه المسائل لم نمر مثلا بإصلاح الديني في الفقه الإسلامي حتى الآن مثلا يعني يوازي الإصلاح الديني اللي حصل في المسيحية الغربية وبالتالي حتى الأحزاب اللي هي حصلت مثلا في مصر تديك بالت زي مصر مصر مهمة هنا لإيه لأنها أول دولة دخلت العصر الحديث في 1805 قبل أي دول أخرى أول جيش حديث تكون في مصر أول خط سكة حديث كان في مصر إيه لأخي فمصر نموذج مهم في مصر الطبقات الحاكمة خرجت مباشرة من عصر طربيش وعصر الدولة العثمانية وعصر السلطة المطلقة للسلطان اللي هو الخليفة إلى أحزاب ثم بعد 20 سنة جيء انقلاب عسكري عمل ديكتاتورية مرة أخرى فلم تكن هناك فترة نضوء وتفاعلات سياسية تكون هذه الكوادر السياسية التي تخرج زعماء مؤهلين طيب لأن هناك من قد يختلف معك في تحليل للفترة التاريخية في ذلك الوقت لكن أريد أن أأتي الآن يعني أنتقل من ذلك العصر إلى الآن ما الذي يمكن أن يختلف الآن في حال أن الزعماء الذين قلت أنهم أتوا بعد الاستقلال كانوا جيدين على الأقل بشكل أو بآخر ما الذي يمكن يعني الآن ما الذي سيتغير أو كيف يمكن أن يحصل تغير إذا ما افترضنا أن هناك حكام جيدين سيأتوه كيف يمكن تغيير الظروف أيضا حتى لا تتكرر التجربة في نهاية المطال إحنا بنمر بفترة تقلصات عنيفة تشبه الفترات اللي في أوروبا اللي قدت إلى الثورة الفرنسية إحنا لم نمر بمرحلة الثورة الفرنسية وأنا يعني العملية مقفلة من كذا ناحية بحيث أنه بتحصل انفجارات زي ما شفت في حالة اليمن عندكم حالة سوريا حالة ليبيا حالة تونس ماسكة نفسها شوية حالة مصر مرشحة لانفجار شديد لأن مصر هنا قنبلة زرية لأنها 100 مليون وموقع متوسط ويلار متأكفلة من كل ناحية فإجابة على سؤالك كيف هناك سيناريوهات لكن أنا أتصور أن هذه البلاد متجهة نحو كثير من الانفجارات يعني تتحدث عن حروب عن صباح مسلحة الانفجار قد يصل إلى الحصارات المسلحة طبعا قد يصل إلى هذا وممكن يصل إلى حروب أهلية ممكن يصل إلى صورة عارمة وفوضة عارمة ليه؟ لأنه السلطة يعني خد مثال الجزائر واحد قاد على كرسي بفوت نقل وعايز يرشح نفسه تاني للرئاسة وبعدين بعد ما استمرت المظاهرات بهذا الشكل فهم بيحاولوا يعني إيه؟ يحتووا الموقف ثم يعودوا مرة أخرى ببدلة جديدة أو بلبس جديد ويبدو حتى الآن أن الجزائريين فهموا اللعبة لأنهم شافوا اللي حصل في مصر شافوا اللي حصل في تونس من محاولات السلطة أن تلتف على الموقف بأن تتظاهر طيب في هذا السياق أستاذ مختار هل ينبغي أن يرفض أي محاولة من قبل الأنظمة؟ لأن هذا يفهم أنه محاولة من قبل الأنظمة لأنها تريد أن تصلح نفسها بشكل أو بآخر أو ترضي الجماهير على الأقل لكن هل ينبغي رفض مثل هكذا محاولاته والذهاب إلى تكرار نموذج الثورة الفرنسية التي امتدت لسنوات طويلة وكانت تكلفتها دماء كثيرة؟ أم أن نقبل الآن بما يمكن أن يحفظ الدماء ويعطي القدر الكافي من المشاركة السياسية والاستقرار الاقتصادي في ذات الوقت؟ هذه معادلة صعبة إحنا عندنا قصة كانت بتدرس في الأطفال وأعتقد عند كل الناس وعندكم يعني بيقولك أنه كان فيه واحد غاوي أنه هو يضحك على الناس فيخش البحر كده البلاج ويدعي أنه غرق إلحقوني إلحقوني فيجري الناس إلوها ها 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 حكت عليكم كويس؟ فلما جاي يغرق بجد الناس عندنا ده لم تصدق ما أستدقتول فهو ده اللي حصل يعني اللي حصل المهاردة في حالة مصر بالذات وحصلت برضه في حالة تونس أنهما جاي قال لك لا ده احنا بنعترف بالثورة وإيه الجمال ده وحطوه في الدستور كمان قال لك أن ثورة 25 ده بالنسبة لحالة مصر يعني لحاجة عظيمة وإحنا بنحي وبنعمل مش عارف إيه فالناس آمنت لهذا وآمنت لهم يعني وسلمت لهم البلد شوف اللي بيحصل إيه النهاردة أكتر ناس ابتدوا يسجنوهم ويبهدلوهم ويعذبوهم بمنتهى يعني أقول لك إيه الحطاط الإخلاقي فعلا يعني طيب يعني طيب النهاردة لما ييجي حكم جديد في مصر مثلا يعني وده متوقع متوقع أنه ممكن حد ييجي يقول لك لا إحنا هنستبدل السيسي من أعلى مش من صورة شعبية ليه؟ لأن السيسي غير قادر على الحفاظ على النظام أو غير قادر على الحفاظ على الاستقرار بدغوط إقليمية ودولية وتاعها ده احتمال طيب النهاردة هيجي الجديد ده هيقول لهم والله فهمتوكم زي بن علي ما قال طب أنا أصدقوا ألا ما أصدقوه ما يفترض بالشعوب في هذه الحالة ألا تصدق لكن ما الذي يعطيها مساحة الثقة بالأنظمة يعني كيف يمكن للشعوب الآن أن تأخذ أن تثق بالأنظمة أو بالرؤساء بعد هذه التجارب كلها وبعد ما شاهدوا يعني مثلا في الدول المستقرة ما شاهدوا في الدول غير المستقرة أو في الدول غير المستقرة أن يثقوا بهم مجددا ما هو ده لأنا أقول لحضرتك عليه أن هذه السيقة سوف تكون صعبة جدا لأن هذه السيقة خانها الحكام أكثر من مرة خانوها مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة في هذه المرة نحن لندري قد تحدث أخطاء قد يكون الحاكم يقصد ما يقول وقد يكونه صادقا ولكن لا نصدقه زي الأخ بتاع الحقوني اللي بيغرق ده ده محتمل أنا أتصور أنه لو حظنا كويس يبقى فيه نوع من الوعي من القيادات ومن الشعوب وكده بحيث أنه تحصل عملية تفاوضية يمكن فيها الخروج من مأزق العنف والمأزق الدموي من أجل حل سلمي تدريجي إصلاح ده ده ممكن بس ده يتوقف على مراهنة على اتساع كبير في رؤية الأطراف اللاعبين في اللعبة سواء من جانب الحكومة أو من جانب المعارضة أو من جانب الشعب ممثلا في الجهات الإعلامية ممثلا في القيادات الدينية لحظة القيادات الدينية برضو بتلعب دور كبير في هذا الموضوع وهي قيادات سلفية وبالتالي فنظرتها نظرة رجعية وليس نظرتها نظرة تقدمية كل هذه العوامل سوف تلعب دورا فيما يمكن أن تتطور إليه الأمور أيضا هناك من قد يختلف معك في هذه الأمور طبعا أنا أعلم ذلك طيب دارنا نشك معنا في الحوار أستاذ مختار نجيب شحرة الباحث الاقتصادي من صنعاء فيما يتعلق بمحاولة إسقاط ما نتحدث عنه عن الحالة اليمنية أرحب بك إذن سيد شحرة لو تحدثنا عن مشروع الثورة المضادة في مواجهة الثورات الربيع وهو يستخدم كل الأوراق بما فيها قوت الشعوب من أجل كسر إرادتهم في التغيير كيف تتابع كل ذلك؟ مساء الخير عليك وعلى ضيوفك طبعا الثورات المضادة هي معروف بقايا أنظمة حكم تم إسقاطها وعلاقة الأنظمة العربية بالجانب الاقتصادي يعني معروف علاقة نشوها الغاية بمعنى كما يقال السياسة اقتصاد مكتب لكن الحاكم العربي أستغلها لإستغلال آخر وأصبحت تضافة الاقتصاد في خدمة السياسين وبالتالي من أسباب الثورة هي الفساد والفساد حسب يعني كما يعرفون البنك الدولي السوء استغلال المنصب العام وبالتالي كان البعد الاقتصادي حاضر بقوة من خلال استغلال الحاكم لهذا البعد على ممارسة أشكال مختلفة لهذا الفساد سواء على مستوى الملكية العامة للدولة وعلى مستوى النشاط الاقتصادي وعلى مستوى السياسات الاقتصادية التي كان يتم شياغتها فمثلا على مستوى الملكية العامة لا تجد مسافة فاصلة بين الحاكم والملكية العامة يستطيع التصرف والإنفاق كما يشاء فمثلا لو نضرب على مستوى الساحة اليمنية على مستوى أصول الدولة هذه أصول الدولة كلنا يعلم أنه عند إعلان الوحدة كانت دولة الجنوب كانت معظم أصول الدولة عامة في الجنوب وبالتالي الفساد عمل على الاستحواذ عليها وإعادة تنويرها من ملكية عامة إلى ملكية خاصة على مستوى معظم الدولة عبر الصفقات لا حصل لها من خلال معظم الصفقات النفط والغاز وطبيعة ملكية الأسرة الحاكمة هذه بمختلف الشركات العامة وكذلك على مستوى المالية العامة يعني كانت الموازنة الأداءة الرئيسية للحاكمة العبد سواء لو أخذنا السلسلة الزرمانية لأي حاكم عرض طبعا بدرجات متفاوضة لكن اليمن ستجد هذا الضغط الشاسع بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية النفقات الجارية تتبخم بشكل كبير لأن الحاكم يصرف بدون قيود بدون قانون رادع في حين النفقات الاستثمارية التي يستفيد منها الشعب على الصحة التعليم كانت دائما في نسب معينة على مستوى النشاط الاقتصادي أيضا كان هناك تحكم يعني شبه شامل بالنشاط الاقتصادي وبهور ما يسمى باحتكال القلة هذا احتكال القلة قتل خرص التنوع وخلق بيئة طاردة للاستثماري وبالتالي وجدنا أنفسنا يعني إلى الآن أمام قطاع واحد للمضاربة كل اليمنيين يضاربوا بالعقاة لأن فرص التنوع الاقتصادي تم قتلها عبد 30 سنة طيب هناك الآن حدث بعد هذه 33 سنة سيد شحرة هناك ثورة حدثت هناك بالمقابل ثورة مضادة حدثت وكنا نتحدث هنا على أن الأنظمة تحاول أن تجمل نفسها وأن تقدم مرة أخرى نفسها للشعب لكن ما الذي يمكن أن يعني يرضي هذه أشعوب الآن بحيث تمر عملية التغيير ويحدث نوع من الاستقرار الاقتصادي دون تكلفة كبيرة برأيك في الحالة اليمنية خصوصا الحالة اليمنية يعني لا تنسى أن الثورة المضادة لديها تراكم مالي كبير تحقق من الإسراء الغير مشروع وبالتالي هي تستطيع تمويل نفسها العقود هذا الجانب الجانب الثاني هذه الثورة المضادة لم تعد مرتبطة يعني بالشأن المحلي أصبحت على تحالف مع فساد إقليمي ودولي يعني على سبيل المثال فساد الثورة المضادة في اليمن لها ارتباط وثيق بشركة وماني دبي العالمية وبالتالي نحن هنا أمام سيناريو يعني لابد من الكلفة كلفة الأشياء التي ذكرته بالنسبة للشعب العربي والمواطن العربي لابد أن يفضي التغيير إلى دولة مواطنة دولة نظام قانون دولة استداد الأموال المنهوبة نعم كل أموال الحكام وأنظمة الحق بالذات في اليمن موجودة في دبي وبالتالي العملية يعني عابرة للقرارات أفهم إذن أشكرك سيد نجيب شحر الباحث الاقتصادي كنت معنا عبد الهاتف من صنعاء بالعودة إليك أسر المختار كامل يعني كثير من القطاعات تحدثنا على أنها كفرت حتى لم تعد تصدق الحكام والأنظمة لكنها بالمقابل أيضا باتت تخاف من الثورة كفرت ربما هناك من يقول أنهم كفروا بالثورة وكفروا بمحاولات التغيير بهذا الشكل ويريدوا استقرارا ما الذي يمكن وليس فقط ذلك هناك من يقول أن الأوضاع كانت في عهد مثلا مبارك أفضل كانت في عهد القذافي أفضل كانت في عهد علي عبد الله صالح أفضل كيف يمكن الرد على مثل هؤلاء شوف القطاعات دي هي قطاعات المصريين بيسموهم حزب الكنبة ما عرفش اسمعت التعبير ده أسمعه ربما الآن حزب الكنبة ده ده اللي فاندي اللي هو قاعد عالكنبة كده يتفرج عالتليفزيون وبيروح يشتغل من الساعة تسعة الصبح الاثنين بعد الظهر في الحكومة مثلا أو في البتاعة ما بيعملش حاجة بياخد ما هي عيلة جدا وماشي جنب الحيط وكل همه تربية الأولاد وكده واتخاني مع الست وكده من الساعة لكن يلاحظ أنه على الأقل ستين في المية من تكوين المجتمعات الناطقة بالعربية عموما من الشباب يعني أقل من أربعين سنة هما دول بقى الزخم الزخم وهم دول اللي مش عاديين عالكنبة ده حياته قدامه لكن هل صوته هو مسموع؟ لا مهو ده 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 بيرجح مسألة الثورة ده هو مش بس صوته مسموع ده هو مضطهد مش مضطهد بس من السلطة السياسية اللي هي مش عايزان هو يسور إنما ده مضطهد اجتماعيا لإن إحنا مجتمعات عجوزة لازلنا نعيش على قيم عجوزة فمجتمعات عجوزة فيها أغلبية منها الشباب هذا نوع من التفسخ الكامل اللي في وقت من الوقت لازم هيطفو على السطر بشكل أو بآخر لإن الشباب ده في البلاد الفقيرة العربية وهو في بلاد البترول وبلاد عربية أخرى الأخرى دي فقيرة تمام؟ الشباب ده اللي عارف يتجوز ولا عارف يلاقي شغلة عيدلة ولا عارف يلاقي مستقبله ولا حتى عارف يتفاهم مع أهله لإنه الأب والأم عادة يعني بالشكل العام يعني يعيشين في عالم تاني اهتمامات أخرى اهتمامات أخرى والورق ده عايش ورق الشاب بيبص الأدام وبعدين انت لا تتصور التأثير التكنولوجيا عامل إزاي يعني لسه كنت فيه يعني جلسة كده كنا بنتكلم فيه عن تأثير التكنولوجيا خراف غير الأجيال اللي هي زي الجيل بتاعي مثلا النهار ده انت الحادثة اللي حصلت في نيوزيلاندا في ساعتها احنا عارفناها والجميع لو كان ده حصل من سبعين سنة مثلا كانت أخذ لها يوم ولا يومين وجاز جدا ما كنتش تسمع عنها خالص فده بيعمل فرق كبير أنا متصور أن وجود أغلبية من الشباب في مجتمع يتطهد الشباب ربما مش عامدا وطبعا الحكومات بتتطهدوا عامدا لأنه هو عنص المفجر الثورة إنما المجتمع ككل لا يتطهد الشباب عامدا إنما يتطهدوا بحكم العادة هي عادتنا إن احنا ما بنحبش الشباب لأن بيقولك الشباب ده بايز وضايع طب وإنتوا عملتوا إيه يعني يعني أنتوا بالكلام وبالقيم العظيمة بتاعتكم عملتوا إما تسلمتوا خرابة لهذا الشباب يعني هل أفهم منك الآن أن العادات التقاليد النظمة الاجتماعية التي تتواجد أو التي تسير النظام السائدة التي تسير النظام الاجتماعي العربي فيها إشكالية أيضا طبعا طبعا هذه النظمة الاجتماعية قائمة على عادات وتقاليد لا تصلح للعصر إطلاق لكن يعني أختلف هنا في لحظة في نقطة يعني الآن عندما شاهدنا محاكمة رئيس فيسبوك مثلا في أمريكا هناك كثيرين من تعجبوا على أن أعضاء الكونغرس الذين يقومون بالمحاكمة لا يعرفون كثيرا من الأشياء المتعلقة بالتقنية يعني هذه المسألة ليست فقط موجودة في الوطن العربي وفي الشعوب العربي لا فرق كبير الفرق كبير كالتالي كون أن رجال الكونغرس لا يعرفون عن التكنولوجيا المتقدمة جدا حاجة وكون أن رجال الكونغرس يعزلوا المجتمع عن التكنولوجيا المتقدمة خشية أن تدرب الاستقرار الاجتماعي وهو ما يحدث في بلداننا العربية يعني في بلداننا العربية هناك أصحاب السلطة سواء إذا كانت سلطة اجتماعية أو دينية أو اقتصادية أو سياسية ينظرون بعين الشك والريبة إلى وسائل الاتصال الاجتماعي وإلى التكنولوجيا باعتبار أنها عنصر يعني يغير أنماط الحياة التي اعتاد عليها يخلو بقواعد الله يخلو بقواعد الله أنا عارف أن الأفكار دي وأرجو ما كونش بحرك حد الأفكار دي غير تقليدية بس أنا معروف بالأفكار غير التقليدية لا هي مساحة يعني إحنا زهقنا من الأفكار التقليدية خبلك أساس الحياة في القرن الواحد وعشرين هي الابتكار وعنصر التفوق الاقتصادي الأول لم يعد لا البترول ولا الدهب ولا الفضة ولا الزراعة ولا المطر ولا الأنهار إنما أصبح الابتكار والابتكار لا يأتي إلا بجو من الحرية والابتكار لا يأتي مع الجمود والفروق ضئيلة جدا ما بين حياة الأسرة العادية في بلد عربي في القرن الواحد وعشرين وحياتها في القرن التسعة عشر وإذا كانت هناك فروق فهي ظاهرية ده كان بيركب جمل ومعزة وبتاع وده بيركب ترماي واتوبيس وعربية وبيحط في الدول الغنية بيحط البقرة على التيوت يعني هناك من في هذه اللحظة سيقول أنه في فترة من فترات التاريخ العربي كان هناك ابن سيناء ابن نفيس وغيره وكانت أوروبا في عصور الظلام والجهل وفي المقابل الآن من يتوجه بأفكار الذي يعني يريد المضي نحو المستقبل يجد موقفا غريبا من الغرب وهذا ما أريد أن أطرحه الآن ما الذي يريده الغرب من الشعوب العربية أو من هذه المنطقة هل يجب أن نركن إليه؟ كيف يجب أن تكون علاقتنا معه؟ أقول لك كيف النظام الدولي الحديث عبارة عن آليات كأنه جهاز فيه آليات معينة هذه الآليات لها قواعد دايناميكية بتتطور باستمرار لكن فيه علاقات قوة فيه تطورات بالنسبة لأسواق المال بالنسبة للاقتصاد بالنسبة للتكنولوجيا بالنسبة للسياسة كل دي متشابكة بطرق معينة نحن حتى الآن بسبب حرصنا على الإنعزال عن العالم الخارجي لا نفهم هذه الآليات ولا نفهم كيف يسير المجتمع الدولي فأنت بالضبط كأنك عندك جهاز تستخدمه بالشكل الغلط أو طيار كهرباء تحط أصبعك فيه الناس تخاف ما تجهل نعم الناس تخاف ما تجهل ربما يعني إيه تخاف ما تجهل يعني لديها تخوفات من أشياء لا تفقه كيف تستخدمها بالتأكيد بس هي دي أصلا حاجة معمولة عامدا لعزل الشعوب عن الخارج ليه عزل الشعوب عن الخارج؟ ما هو مش عايزك أنت حضرتك راجل أعيش مثلا في السودان أو في السعودية أو كده تطلع في أمريكا وفي إنجلترا تشوف بقى حرية المواطن وتشوف الديمقراطية وتشوف الصحف بتنتقد رئيس الجمهورية من غير الصحفي ما يتسجن وكده هو مش عايزك تشوف الكلام ده كله فهو بيخوفك بيخوفك إزاي يقولك أسو المجتمعات دي منحلة أسو المجتمعات دي كفرة أوكي كفرة دي أنا مش هتعرض لها دي قصة تانية لكن منحلة إزاي يعني إزاي يعني يبقى فيه مجتمع منحلة وهو مجتمع بيتقدم المجتمع الذي يتقدم لابد أن يكون عنده مستويات عالية من الأخلاق يعني مش ممكن تتقدم وهناك أخلاق منحطة ما تجيش فهو بيخوف الناس بالشكل ده بس الغرض الأساسي هو عزلهم فكريا هو دلوقتي مش عارف يعزلهم مادية بسبب المواصلات والثورة مش عارفية فبيعزلوا فكريا بيخوفه بيقوله ده كافر بيقوله ده منحط ده منحل كده ألا يحدث ذلك بالمقابل أو يعني كيف أريد أن أقول أن أصيغها بالأخير ألا يحدث من قبل الأنظمة الغربية أن خذلت الشعوب العربية في لحظة أن استجابت لمصالحها الضيقة مع حكام وتركت الشعوب في لحظة كانوا بأمس الحاجة لهم تمام ماهو دي برضو أحد الحاجات اللي احنا مش فاهمينها قوي بالنسبة لكيف تسير الدول شوف الدول المتقدمة لديها مبادئ ولديها قيم ولكن لو تعارضت المصلحة القومية مع القيم والمبادئ فبيروح للمصلحة القومية ويضحي بالمبادئ دي خدها كده حاجة يعني بديهية في العلاقات الدولية فما تجيش تشتكي لابد أنت تفهم الآخر مصالحه إيه إنما ما فيش أي دولة هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشعب الأمريكي انتخبه عشان يخدم البشرية ولا عشان يخدم الشعب الأمريكي فإذا كان الرئيس كويس زي أوباما أنا بتصور أن أوباما كان راجل كويس من الناحية الأخلاقية وكويس دي يعني حاجة نسبية يعني جيد من الناحية الأخلاقية دي كلها قيم نسبية لما ييجي النهاردة أوباما يجد أنه آه هو يتمنى أنه هو يخدم الحرية ويخدم كذا وكذا وكذا ولكن إذا تعرض مع مصالح بلده ومصالح الناس اللي انتخابوه طبعا هيضحي بالمبدأ من أجل المصلح يجب علينا أن نفهم ذلك هل وعد النخب العربية ذلك؟ نعم هل برأيك أصبح لدى النخب العربية على الأقل التي يمكن أن تستجيب للشعوب عفوا وأن تتماشى معها لأن هناك في كل نظام في نهاية المطاف من يمكن أن ينحاز الشعوب هل يمكن أو هو لهذه هل أصبحت هذه النخب وعية بما تفضلت فيه؟ لا وأنا هديك مثالين يمكن تلت أمثال مثال بتاع نيوزيلاندا أول مبارح كويس؟ مثال نيوزيلاندا أنا شخصيا دهشت أنت حضرتك لقيت الوال ستريت بجلالة أدرو الوال ستريت ده أنا اللي بيحكم العالم دلوقتي تقريبا يعني مش مطلق لكن له قول كبير في العالم افتتحوا وسوق البورصة بدقيقة حدات على المسلمين الذين قتلوا في نيوزيلاندا رئيسة وزراء نيوزيلاندا قالت الناس دول مننا هم منا ما قالتش بقى هم مسلمون هم مهاجرون هم مش عارف ايه كويس؟ أنا أول ما شفت الكلام ده بيني وبينك قلت بس المهم احنا ما نطينهاش يعني الناس بتوعنا فعلا طلعلك ناس يقولك مثلا ايه؟ ولكنها لم تشر إلى أن المسيحية تفرخ الإرهاب كما يفرخ الإسلام مش دي الطريقة يعني عايزه يعمل لك ايه يعني يعني هو بيقف لك حداد ومش عارف بلد ايه نكسه العالم بتاع البرلمان والرئيسة بتقولك ده انتم مننا وعلينا وبتاع عايز ايه تاني يعني فانت تنتهز الفرصة ديت وانت هتفعل معاه ايه جابيا مش انك تحتاج عليه وانت لما تحتاج عليه يحصلها تحتاج عليه هيهملك مرة جاية لما احصل لك اقول لك طب انا جملته وعملته كذا وكذا برضو مش عاجبه طب عايز ايه يعني طيب ماذا عن المثال ثاني ده مثال واحد المثال التاني المجتمعات الغربية لانها مجتمعات ديمقراطية ومتطورة فمتعددة متعددة مراكز القوة فيها متعددة وموزعة فصحيح الحكومات لانها محكومة بمصالح معينة بحاجات كتير يعني ربما الحكومات تؤيد اسرائيل مثلا ولكن دي مش حاجة واحدة انت عندك وسائل الاعلام عندك مراكز التفكير عندك الاعلام مع الرأي العام عندك طبقات متعددة في هذه المجتمعات عندك اديان متعددة عندك لبراليين ويساريين ويامينين تخاطب كل الفئات ديت انت ما تكيش تبصلي انه رئيس الدولة الفلانية بيؤيد اسرائيل تقوم يقعدوا بيقولك ايه لا بيقيد والامبرالية طب كويس وبعدين وبعدين ايه وبعدين ان انت تتعامل مع الناس اللي تقدر ان انت تتفاهم معهم وتجلب مع وطفك اليهود اليهود في امريكا احنا مشكلتنا الاساسية مشكلة اسرائيل صح؟ المشكلة الاساسية ده بقى ألطف مثال هيعجبك اليهود فيه ناس كتير جدا فيه طواقف مختلفة في العالم من اليهود وكثير منهم ضد اسرائيل وكثير منهم بيؤيد البنت الهان عمر اللي هي هجمة اسرائيل اين الدبلوماسية العربية من الاتصال بهؤلاء من 48 لغاية النهاردة مفيش وكل الدعاية العربية كل انا بسمعهم نيام عبدالناصر لغاية ده وقت هو هو صحيح انظمة الحكم بتتغير والانظمة النهاردة يعني بيروحوا هقولك ايه يعني مش عايز اقولك بيبوسوا قدين الامريكان وربما بيبوسوا قدين الاسرائيلين ومع ذلك تبوسوا تلاقيهم يجي جول يقول الناس بتوعه اسرائيل والامبريالية والصهيونية روبا وصلنا الان لفترة صار الامر على المكشوف لكن المهم على المكشوف المهم ان عايز اقوله حضرتك انه ده مثال لماذا الجهل بالجهاز الدولي وكيفية التعامل معاه انا عشان احل مشكلة اسرائيل ولو نسبيا انا اتصل بها اولئي الناس اللي هما ضد دولة اسرائيل اللي هما بيحتاجوا مش عارف ايه مفيش هذا الاتصال موجود انا باتصل بالعدو بتاعي وباخدع له وسايب الناس اللي هما دول بتوعي من غير طيب بقي مثال ثالث ما هو ده ثالث امثال طيب في هذا السياق وباعتبار ان الاستقرار الاقتصادي ربما هدف يذهب اليه كثيرون يعني يحلم به كثيرون الاستقرار الاقتصادي ايه والتنمية الاقتصادية بشكل عام ايه مساعدة من الخارج تمام ربما البنك الدولي مثلا صندوق النقل الدولي الى اخرين في مرحلة ما هل قامت هذه المؤسسات او كيف يمكن وصف دور هذه المؤسسات فيما يتعلق بدول الربيع العربي خلال العشر سنوات الماضية تقريبا لا هذه المؤسسات للأسف كان لها دور سلبي في هذا الموضوع هذه المؤسسات بتسير على نظريات اقتصادية معينة اهمها حاجة بتعرف بنيو لبراليزم نيو لبراليزم ديت اللي هي الليبرالية الجديدة الليبرالية الجديدة جوهر الفكرة بتاعتها ان السوق هو اله الاقتصاد ولا ينبغي للسياسة ان تتدخل فيه بمعنى ان انت بتسيب الحرية المطلقة لرجال الاعمال ورجال البنوك وكده وبتاع الول ستريت والحاجات ديت ولكن ما تتدخلش مثلا تقولي لا ده انا عايز اوعيد توزيع الدخل لان فيه طبقات فقيرة وكاد النظرية يميها هي طلعت من من السبعينات وطبقت في التمانينات في عهد ريجان وساتشر اللي هي كانت رئيسة وزراء بريطانيا في الوقت ده هم دولة اللي طبقوها فطلع النظرية اسمها تريكل داون تريكل داون يعني اتنقط من فوق لتحت زي الحنفية قال ايه لما حضرتك تعفي الغني من الضرائب وتخليه يزداد غنى فهيقوم الغنى بتاعه دا يخليه يستثمر اكتر فيفتح مشاريع اكتر فيشغل ناس اكتر فالناس تزده النظرية دي سبب فشالها الزريع فشالها الزريع لانها جابت الكثير من تفاوت في الدخل دا بالنسبة للدول المتقدمة اللي فيها ضوابط بالنسبة بقى للدول مراقبة ومحاسبة في هذه الدول اللي فيها المحاسبة والمراقبة فحتى في الدول دي اتحصل فوارق ضخمة في توزيع الدخل بدليل ازمة 2008 كادت تفاكك لاتحاد الاوروبي اتحاد الاوروبي لازال لم يتخلص من اثار الازمة المالية بسبب فقدان ثقة الجمهور في النخبة المالية وتواطئها من النخبة السياسية دا في اوروبا يعني امريكا لانها بلد غنية قوي بمواردها الطبيعية لعملية مخففة شوية لكن نروح بقى للبلاد اللي هي غير ناديجة سياسية نروح لاثارها فيروسيا اسار رئيبة رئيبة روح لبلد بقى زي مصر بلد متخلفة سياسية ها فقر مبقع استغلال بشع اا اقتصادات لا تنتج هو ده دي اقتصادات ريع هو عايش على العمولات وعلى التجارة وعلى انشطة ليست انشطة انتاجية في المقام الاول فهذه النظرية سببت بهدلة كتير هل يعني أننا نتعامل معهم أن نفقد الثقة بهم ما هي المعادلة هنا برضو هديك مثال في الحكاية دا المثال الحاضر في ذهني هو مثال مصر معلش اللي أنا بتابع مصر أكتر شوية مصر عملت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي إنها تستلف منه 12 مليار دولار على دفعات مقابل أنه يرفع الدعم عن الكثير من المواد الغذائية وعن المحروقات في شعب فقير دا شق من البرنامج لكن الشق الآخر بقى الشق الآخر أن الحكومة تقضي على الفساد تحارب الفساد تطرد عدد كبير من المستشارين اللي جئين يسترزقوا على الفاضي وبياخدوا مهيات مرتفعة جدا على الفاضي لا ينتجوا أو على الأقل ما يتكلفونه من موارد اقتصادية ومالية لا يتناسب إطلاقا مع ما يقدمونه من خدمات فده الشق اللي هو على الحكومة المصرية لأنه صندوق النقد الدولي لن يكون مصريا أكثر من المصريين فبتيجي الحكومات دي تنفذ الشق اللي هو ضد الشعب اللي هو يسبب معاناة الشعب ولا تنفذ الشق الآخر الهام أين هي محاربة الفساد أين هو الشفافية التي نص عليها البرنامج أين هي الحرص على الضرابة التصعودية أين هي طرد المستشارين الأرزوئية يعني مش موجود فأنت بتنفذ نص البرنامج وتسيب البرنامج النص التاني بيفشل وبعدين أنا أبتهم صندوق النقد الدولي هو صندوق النقد الدولي يعني هيحرص على مصالحه أكثر ما أنا حريص عليها ده غير منط طيب بدقيقة دكتور لأنه أخذنا الوقت في الحكي والحديث كان سليسا وسهلا اليوم ما هو الحل بالنسبة للشعوب العربية التي تريد أن تذهب إلى أن تكون رأي غير تخليدي رأي غير تخليدي هتقول لي فيه ناس بتعترض عليك أنا عارف نحن في حاجة إلى ثورة ثقافية شاملة وهذه الثورة الثقافية لن تأتي سلما ولن تأتي بسلاسل هتقول لي دموية مش عارف غير متأكد هل دموية لكن هيكون فيها صراعات عنيفة وأنا أعلم مثلا عن كثير من الشباب في بلدان عربية يحاولوا سلميا أن يقوموا بمشاريع تنويرية مثلا تعبر عن أرابب بيحاربوا حروب شعواء من كافة الجهات وبالتالي فأنا أتصور أن هذه الثورات الثقافية لن تأتي إلا بعد قدر كبير جدا من المعاناة ونتيجة لسرعات حد للغاية شكرا لك أستاذ مختلف بكل سرور أنا سعيد لهذه المؤمنة شكرا جزيلا أهلا بك أشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابع والإنصال في ختم هذه الحلقة من المسائل يمني تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري إلى اللقاء اشتركوا في القناة